فورتولانا وفلوسي وبيوتي ولحمك تافي ملك بلدي وملك أهل بلدي المشكلة بعد أزمة التحفز على أموال الفنان محمد رمضان بدأ كتير من الجمهور يتسائل عن صروة محمد رمضان خلال الفيديو خرج بجملة محمد رمضان لفتت الأنظار لما قال الناس الشعبيين اللي زيه والفلاحين والصعيدة مش بيحطوا كل فلوسهم في البنك اللي في البنك بيبقى الدلي في البيت وقدر الخبراء صروة محمد رمضان بعشر مليون دولار أي ما يعادل 156 مليون جنيه مصري إلى جانب سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته وده بعد مشاركته بحوالي 15 فيلم وست مسلسلات إضافة إلى أغانيه والحفلات اللي بيحييها غير الإعلانات اللي بيشارك فيها وقناته على اليوتيوب بتقول المعلومات أنه بيمتلك 8 سياراته فيليتين الأولى في مصر بالشيخ زايد والتانية بالسحل الشاميلي وعن جملة محمد رمضان اللي قالها في الفيديو ففي تقارير كشفت عن أن محمد رمضان محاول جزء من فلوسه لسبايك دهب وشايلها في خزنة في بيته وقالت المصادر أن الدهب اللي شايله محمد رمضان يقدر بـ 6 مليون دولار يعني بيعادل 94 مليون جنيه مصري الفترة اللي فاتت كانت فترة أزمات على الفنان محمد رمضان فبعد انتهاء أزمة الطيار الراحل أشرف باليوسر وقضيته اللي كان رفعه على الفنان محمد رمضان قصة أزمة محمد رمضان مع سعد المجارد كانت قبل طرح الأغنية لما اتفق الطرفين على طرح الأغنية على قناة محمد رمضان على اليوتيوب بس بشرط أن يتم تقسيم الأرباح بتاعت الأغنية بين سعد ورمضان بالنص الأمر اللي وافق عليه رمضان لكن بعد ما حققت الأغنية نجاح كبير ومشاهدات خيالية لم يتواصل رمضان مع سعد المجارد ولم يعد رمضان يرد على اتصالات سعد المجارد الأمر اللي رفضوا المطرب المغربي وتواصل مع إدارة يوتيوب واللي حزفت الأغنية بدورها